اهلا ومرحبا بكم مرة اخرى وهذه الحلقة وضيفه هو سيد طارق عامر رئيس مجلس دارة البنك الاهلي المصري سيد طارق عامر رئيس مجلس دارة البنك الاهلي المصري الاقصاد المصري يشد تغييرات نتيجة تغييرات سياسية التي حدثت وتحدث الهال ورغم ذلك البنك الاهلي المصري حقق نتائج اعمال جيدة كيف السؤال كوي هو كيف لان هي دي يعني نتائج الاصلاح برنامج الاصلاح اللي كان شغال بقاله كذا سأل فالنتائج يعني ما بتبانش على طول بتتزايد نتيجة الاصلاحات الجوهرية اللي حصلت جوهر مؤسسة فكل شوية يعني كل ادارات بتبقى اكتر كفاءة استخدام الاموال اكتر كفاءة فطبعا النتائج عمالها بتزيد يعني لان احنا بتتسارع ان احنا بدأنا طبعا برنامج الاصلاحي في قطاع المصرفي ابتدى من 2004 او اخر 2004 لكن يعني يمكن التسارع في اصلاح البنك الاهلي كان اكتر في خلال التلسين لفترة طبعا ولسه يعني احنا كنا يعني توقعاتنا بالنسبة لبنك الاهلي اكتر من كده يعني يعني احنا لسه بنقول مش هو دي النتائج النهائية حتى ما الناس بسألني بقول لهم دي عشرين في المائة من توقعاتنا بالنسبة لهذا البنك وهذه المؤسسة المؤسسة دي بقى لها مية وثلاثة عشر سنة يعني اقدم مؤسسة اعتقد في الشيخ الاصل انا كنا بنملك بنوك في افريقيا في اسيوبيا من مائة سنة وكنا البنك المركزي في السودان من اكتر من مائة سنة وخمسة مليون عميل يعني طبعا دي دولة يعني مش مؤسسة لكن لما احنا نقدر نزود الكفاءة بتاعتها يعني نكبر دورها ونحط لها النظم العلمية الحديثة طبعا بتطلع نتائج اكتر احنا ميزانيتنا زادت في سنتين اللي فاتوا يعني اكتر من مائة مليار دي احجام بنوك بقى لها اربعين وخمسين سنة في السودان الميزانية دي يعني احنا بنحب نبص للعائد بقى الارباح هي الناس مبسوطة بالارباح انها زادت من تلتمية مليون لاثنين مليار لكن لا احنا بنبص لها اكتر لسه ان احنا عايزين عائد على الاصول المفروض يبقى العائد على الاصول واحد في المية او واحد ونص في المية يعني فوض البنك دي حقق على صافي من ثلاثة الاربعة ونص مليار جنيه دي كانت يعني خطتنا يعني طبعا الفترة اللي فاتت والثورة يعني اخرت خطتنا شوية لكن ما زال نتيجة العمل بيبان في النتائج يعني ما فيش شك عشان كده يعني في حين ان ظروف سياسية عاملة تراجع لكن احنا الشغل الاصلاح كان عامل كمفوض يعني احنا سنالين نعمل نتائج اكتر كمان من اللي احنا كنا بتوقع هنا فلا يعني فالقوتين مع بعض يعني فلسه البنك طبعا بتقدم يعني سيستور البنوك هي عصب الاقتصاد وهي بتعكس ما يحدث في الاقتصاد تصورك للتعامل مع الاقتصاد المصري يعني اقتصاد مصري يمر بمرحلة صعبة الآن نتيجة التوقف السياحة وعلى حديات شغيرة طبعا ما هي نظرتك المستقبلية المستقبل القريب والبعيد وأنا من طبيعتي دايما بحب أشوف الحد الجزء الإيجابي من كل أزمة يعني وتعلمتي في حياتي العملية أنه الظروف الصعبة ممكن فيها تطلع منها فرص جيدة يعني مثلا احنا في الفترة اللي فاتت دي اتفقنا بيننا وبن بعض في البنك الأهلي اني فيه فرص جيدة اني فيه بعض البنوك خشيت شوية من المخاطر احنا دخلنا وعتبرنا دي فرص ان احنا نزود الشغل بتا فهو الإنسان بصراحة هو اللي بيحدد مستقبله يعني مصر ما زالت هي مصر هي هي اللي قبل ديسمبر بعد ديسمبر يعني احنا نفس الشعب وإحنا نفس البلد النظام اللي كان يعني مدايق الناس وتعبهم تشيل دي فرص أكتر طبعا بنمر مرحلة انتقالية لكن انا ببصلها بطريقة تانية بقول يعني ايه الدمج اللي حصل في مصر فترة فاتت دي يعني ايه حصل اي دمار لا بصراحة يعني الشعب حافظ على بلده يعني التغير الرهيب اللي حصل كان فيه عشرات الملايين في الشارع لكن البلد سليمة ولكن عندنا طبعا تحديات لان احنا فكر بقى بيتغير وبيتغير يعني نفسية بلد وهيكل اسلوب عمل واسلوب حياة بالكامل يعني الشعب عايز اسلوب تاني فطبعا بتاعة هتاخد وقت يعني اي حد يعني يكون مش واقع ان هو ما اعرفش الحاجات دي هتاخد وقت لكن احنا في الاقتصاد شغالين لان احنا عندنا اقتناع انه بلدنا قدرتها كبيرة ولسه ما خدناش نتائج نتائج امكانيات فعشان كده احنا متحمسين ان احنا نستثمر فيها هل هناك تفكير في تطوير عمل البنك الاهلي البنوك المصري بشكل عام والبنك الاهلي بشكل خاص في ظل المتغيرات التي تحدث في مصر وفي ظل المتغيرات العالمية وازمات البنوك العالمية تطوير شغال طبعا هو طباط هل ادوات جديدة للإستثمار لا احنا طبعا اللي نفعنا في مصر ان احنا يعني ما حصلش ان احنا بالغنا في تطوير المنتجات المصرفية زي في الخارج والنتاجة عنها المشاكل الرهيبة اللي حاليا اللي عالم بيواجهها يعني العالم حاولينا النهاردة في كريسيس كوارس يعني لكن الحمد لله احنا كويسين ليه لان احنا بنشتغل العمل المصرفي بأساسياته اللي هو الودايع والإقراض للمشروع ما فيش بقى المضاربات والأوراق واللي هي المشتقات المالية ده احنا كنا رحنا كان هذا المصرفي رح فيها لو كنا عملنا حاجات فالحمد لله يعني الرقيب والبنوك محافظة على نحن بنشتغل العمل الأساسي اللي بنفهم فيه اللي هو عمل عشان لإنتاج وللصالح الاقتصاد فاحنا ماشيين كويس في الظروف دي لكن طبعا ظروف صعبة يعني حقيقة ظروف صعبة وتحديات كبيرة بالنسبة لنا وبنسبة لأي مصرفي في العالم انه عايز يحافظ على البنك بتاعه انا دايما طبعا شايل الهام ان البنك ده يفضل سليم ودايما عنينا صحي اللي بيحصل عشان كده احنا هنا النهاردة في اجتماعات صندوقنا عشان نشوف اللي بيحصل في الدنيا مش معرضين زي غيرنا لكن لازم بقى صحيح لانه لنا اموال في الخارج ولازم نحفظ عليها ولازم نتابعها ونازم نعفنشلها فين ولينا علاقات مع الخارج بردو في تجارة خارجية وفي مستثمرين فالظروف صعبة بلاد كلاب تمر بيها وطبعا بس انا نفسي الناس عندنا في مصر يعني تقدر تستشعر حجم الخطورة اللي حوالينا من الخارج يعني الاقتصادات العالم بتواجه تحديات راهيبة وممكن يحصل في بلاد فشلت يعني اليونان فشلت وفي بلاد في شمال البحر اللبيض في خطورة فلازم نعرف عندنا تحديات كبيرة فلازم لازم نشتغل يعني ولازم ناخد الامور بجده يعني ما نقدرش ان احنا هو طبعا عندنا الحمد لله جهاز مصرفي والسياسة النادية موفرة للدولة الاحتياجات الى الان بس ده مش معناه ان احنا في حالة جيدة جدا لا لازم ان احنا نعمل ونبتدي نعمل حساب الايام اللي جاية الصعبة في ايام هتيجي جاية صعبة على العالم كل ومصر هتواجهها برده لازم شوية تقشف لازم شوية نحنا نخلي بالنا في الانفاق فاتورة الاستراد الرهيبة البنزين الرخيص اللي بيتباع في البلد بدون حساب الواحد بيركب عربيته وما فيش حساب لتكلفة الوقود ولا فيه حساب لتكلفة الغاز ولا حساب لتكلفة الكهرباء ولا تكلفة المياه لا ما عادش احنا في ظروف عالمية ان احنا نتغاضى عن تكلفة هذه المنتجات ولازم الدولة تعيد نظارها في ذلك عشان الناس تبتدي تحاسب في الاستهلك هل تتوقع ان تتراجع البنوك العالمية عن الاساليب والادوات المصرفية التي كانت تستخدمها والتي بعضها ادى الى هذه المشكلة او انها ستستمر في هذا الطالب انا مش عارف هم اعتقد قدامه امتحدي كبير انه هو لازم يتراجع عن الفكر الاساسي لادارة الاقتصاد والعمل المصرفي اللي هو بنوك الاستثمار والمضاربات دي لازم يعاد الفكري في هذا الموضوع وهم لسه نظرية الاقتصاد الحر وكده والسوق الحر والسوق ينظم نفسه طبعا دي هما لسه متماسكين شوية بيه لكن هي عايزة جرأة من اعتقد يعني انا طبعا رجل مش سياسي يعني لكن من قادة السياسة في العالم جرأة ان هما يراجعوا بقى النظرية الاساسية اللي قايم عليها الاقتصاد يعني ونظرية عمل المصارف بالذات المصارف الاستثمار احنا كنا مصارف تجارية من زمان كنا بنشتغل مصارف تجارية يعني كانت دايما المشاكل اللي بنواجهها مشاكل محدودة النهاردة بقت مشاكل رهيبة بسبب بنوك الاستثمار والمضاربة في الاوراق فاعتقد ان هما لازم يراجعوا ده ما عاربش هيراجعوا ولا لأ يعني هيبان يعني لازم الظروف هتجبرهم على كده يعني سستارق ما زال الحديث بقية ولكن بعد فاصل قصير فاصل قصير نعود بعده لموصلة هذه الحلقة من البرنامج سستارق كان هناك اتجاه في مصر خاصة البنوك الكبرى القطاع العام هل اختفت هذه الفكرة هل ستؤجن هذه الفكرة وهل ترى انها صحيحة ام لا لا هو ما كانش فيه فكرة لخاصة البنوك الكبرى هو كان فيه بس قرار بخاصة بنك اسكندري وهو ده مش قرار خاص خاصة اصلا هو يعني انا مش ضد الخاص خاصة لكن انا رأيي بما الخاص خاصة تحصل لازم يكون فيه فكر وراه يعني انا مش ضد يعني ما نقدرش ان احنا كل ما نحصل حاجة نقول لا لا دي وحشة تماما او دي كويسة تماما لازم الاول يكون عندنا فكرة سليم الفكر كان ان احنا عايزين نصلح الجهاز المصرفي طيب عايزين نصلح الجهاز المصرفي ايه المطلوب له مطلوب له اصلاح حيكالي ونجيب ادارات جديدة تصلحه بس مطلوب برضو رؤوس اموال لانه خسر جامد جدا محتاج رؤوس اموال عشان يقف شوية على رجلين طيب الدولة عندها رؤوس اموال تحط ولا ما عندهاش ما عندهاش طيب هل عندها مصادر اخرى عندها بعض الاصول الغير استراتيجية يعني بنوك تبلوكها بس اصغر ما لاش اي اثر في السوق ما تأثرش على حصة الدولة تأثير كبير ما تفرقش مع الدولة في عملية نا تأثر في التمويل طيب ما نبيع الاصل ده ونصلح البنوك الكبيرة وده اللي حصل يعني البنوك الكبيرة تصلحة طيب النارد بنوك كبيرة مصر والاهلي بيشكلوا خمسين في المئة من سوق المصرفي ما فيش بلد ان هذا بلاد الهيلة في العالم اللي عندها الحكومة بتملو خمسين في المئة من جهاز المصرفي ده كافي جدا مش محتاجين اكتر من كده خالص احنا ممكن ندير جهاز المصرفي بنسبة اقل من كده حتى لانه مش محتاجين كده لكن المهم مش المهم الدولة عندها نسبة كام في جهاز المصرفي المهم انه جهاز سليم ولا لأ هو ده الاول يعني انا افرحش بجهاز مصرفي مملوك للدولة بخمسة وسببين وثمانين في المئة هو جهاز مش سليم ومش قادر يشيل البلد طيب ويبقى انا فرحتي عملت ايه بي فاحنا مش موضوع ان احنا نملك اصول للدولة المهم ان نملك الاصول ونقدر نملك اصول ذات كفاءة ونجاح فاحنا اتعمل برنامج كامل بحيث ان احنا في الاخر طلعنا بجهاز مصرفي سليم تماما وبرضو نسبة الدولة نسبة قوية وحاكمة وتخلصنا من نسب صغيرة جدا ولكن قدرنا نستخدم الفلوس دي في حاجات تانية وبصراحة النهاردة الاسعار اللي هي الدفعت في الحاجات دي مش ممكن تلاقيها النهار ده ويتلاقي عشرها يعني مفيش بنك في العالم يرضي يدفع عشرة في المئة من اللي الدفع فلا يعني هو المهم يبقى فيه فكر كامل مش موضوع خاص خاص وبعدين لما يتم لازم يتم باسلوب يبقى فيه النظام يبقى انه مفيش مصالح شخصية ولا حد استفاد ولا الكلام الفارده لا يبقى حاجة اتعملت بالاصول وحافظت على حقوق الدولة وده اللي حصل في جهاز المصرفي يعني اتعمل البرنامج كان هايل الناس كلها شهدت لبيه في العالم حتش يقدر تكلم عليه اعتقد اللي يتكلم عليه بطريقة سلبية ما بيحبش مصر لان خلي بالك حرارك يعني فيه كلام كتير من سمعه الناس اللي بتتكلم على الحاجات الكويسة بطريقة سلبية انا اعتقد دي ناس ما بتحبش مصر وبتهدم في مصر لا يعني مش شطارة وانه الواحد دايما ينتقد ويحطم لا الحاجة الكويسة اللي حطمها يبقى معدوش ولاء للدولة لازم الحاجة الكويسة نشهد لها ونقف وراها ولازم عندنا الثقة في نفسنا ان احنا نقدر نقول على الحاجة الكويسة انها كويسة انها جيدة يعني للأسف يعني انا ساعات بسأل للصحافة بقوله طب انتو مش عجبكوا لا دا ولا دا ولا دا ولا حصل دا ولا دا ولا دا ولا طب قلونا مين الكويسة او ايه الحاجات الكويسة لا لازم نبقى عارفين اوكي احنا مش عجبنا الاسلوب دا وعجبنا الاسلوب دا مش عجبنا الكفاءات دي لكن عجبانا الكفاءات دي يبقى لازم نبقى عارفين احنا فيه جزء بناء لكن مش عايزين كله يبقى لأنه مصلحة البلد سستر طاقاتك لسعر صرف الجنيه المصري في الفترة الحالية المستقبل القريب لا أنا ما أدخلش في الحتة دي لأن دي حتة دي بصراحة هي هي البنك المركزي ولكن طاقاتك كمصرفي كبنك أنا بصراحة اللي شفته أنا مش مشغول بالحتة دي حقيقة أقدر أقولك لا تشغل بالي على الإطلاق كمسؤول عن أكبر بنك في مصر لماذا؟ ليه؟ لأنه البنك المركزي قدرها بطريقة جيدة جداً وبطريقة مستقرة لفترة طويلة جداً فما مش شايل همها خالص وأنا كنت في البنك المركزي قبل كده وشفت الدكتور فاري والعقدة إزاي بيدير الرجل محترف بركز في شغله 100% طول الوقت مانوش في السياسة والكلام ده فالبنك المركزي وحط أجهزة وتنظيمات وكفاءات قائمة على ذلك بصراحة شيء جميل فأنا مش شايل همه خالص سعر الصرف والحمد لله مع الظروف اللي حصل أن بنك المركزي يأخذ أوسمة على إزاي أدار سعر الصرف في السنين الفاتحة حقيقة أوسمة على مستوى العالم نشوف البلاد التانية النشأة وشوفه الأسعار فيها عملتين التحرك في سعر الصرف المصري سعر الصرف الجنيه المصري مرضي حتى الآن إحنا بالنسبة لنا طبعاً كمؤسسات مالية ومؤسسات استثمار المؤسسات دائما تبقى عايزها الاستقرار والاستقرار كان يعني في الأسعار دي لكن طبعاً إحنا في ظروف دولية صعبة فبصراحة يعني كانت الخير صنيع السياسة أنهما قدروا أنهما يوفروا استقرار في فترة الفاتحة ما زال عندنا احتياطي جيد أنا مطمئن بالنسبة لنسبة لأحتياطي ولكن مصري محتاجة بقى تبتدي ترجع تشتغل وترجع معدلاتها القديمة لأنها كانت معدلات جيدة يعني فأنا نزل ترجعها فيه تجاه لبعض دول العالم بالاستغناء عن أو محاولة استبدال الدولار باليورو نتيجة التقلبات هل تتوقع أن ينجح هذا عام الدولار سيبقى على عملة رئيسية في العالم لفترة؟ أنا يعني مش اقتصادي علامي ولا حاجة لكن أعتقد أنه يبقى أصل الصين النهاردة مثلا عندها احتياطيات أكتر من تريليون دولار هتحولهم إزاي اليورو ده الأسواق المال تتبادل يعني لا صعب هي العملة العالمية الدولار ما أعتقدش حتى النهاردة في الكريسيس المشكلة مشاكل اليومين اللي فاتوا دول وإعلان صندوق الدولي تلاحظ اللي اتجاهات ناحية الدولار شرق أوراق المالية بتاعة خزانة الأمريكية إلى أخير فهو بيعتبر هو الملازي يعني الملازي الملازي الأمريكي ها دولار والدهب وكده لكن مش اليورو يعني بالذات أنه طبعا اليورو احنا عارفين أنه زي ما بيتقال أن البنوك الأوروبية أوضاعها مش جيدة قوي والاقتصادات أوروبا برضو فيها مشاكل كان في مصر بدأت منذ فترة أو استحداث وسائل إدخارية باليورو بالإضافة للدولار هل تراجعت مع المشاكل التي توجد أوروبا أم أن الأوضاع مستمرة حتى هل تراجعت هو دولار هو اللي ماشي في مصر بس هو اللي ماشي في مصر أكتر جنيه مصر لأنه طبعا العائد على جنيه مصري الوقتين ليه في حدود تسعة وعشرة في المية والدولار العائد عليه ربع المية أو واحد المية فمن اللي هيشيل أمواله يسيب التسعة وعشرة في المية وحط بواحد في المية صعب يعني صعب المستثمر يعمل كده وهل ما زالت فيه ثقة للإدخار بالجنيه المصري لعدم التحويل إلى البولار رغم الظروف التي تمرضها مصر فيه ثقة جمدة موادي نجاح السياسة النقدية فيه ثقة كبيرة موادي النجاح بتاع السياسة النقدية أنه الثقة يعني بتاعت المستثمر المصري أولا كمان فيه بينوكو يعني احنا في أيام أزمة الثورة دي كنا متوقعين أن المصريين يسحبوا أموال شوية أموال ما حصلش بصراحة كانوا على مستوى عالي جدا يعني من الوعي والوطنية كمان حقيقي والثقة في بينوكو موضوع آخر كان أسير بنوك المصرية حددت حد أقصى لما يمكن للمستثمرين أو رجال الأعمال سحبوا للقيام بعملية استثمارية أو تجارية على هذا صحيح ولماذا؟ لا مش الاستثمارية التجارية لا في كل بلاد العالم أنت ما تقدرش تسحب كاش نقد أكتر من مبلغ معين لأن القوانين اللي هي بتاعة غسل الأموال الأخير والإرهاد لما جدت الثورة إحنا برضو حددنا المبالغ عشان بس ما يحصلش سحب كتير الأموال لكن الناس ما استخدمتهاش وبعدين حددنا بقى التحويلات للخارج للأفراد لكن للتجارة والاستثمار مفتوح لكن للأفراد أقصى حاجة 100 ألف دولار ونسبة كويسة ومحدش تشتكى كمانا صحيح؟ وعشان نحفظ الأموال يعني عشان لو كان يحصل تهريب نمنعه وحصل يعني ما حصلش التهريب ولكن من نسبة المستثمرين للصفقات تجارية أو صناعية أو غيرها لا لا مفتوحة ما احنا بنفتح التمادات بعشرات الملايين من دولارات كل يوم لا مفتوح مصر بتستورد بخمسين مليار دولار في السنة ازاي بتدفعهم الفاتورة دي من خلال البنوك لا مفتوحة الحمد لله يعني العملة الصعبة متوفرة وفي سيولة احنا مثلا كبنوك كمان يعني عندنا سيولة كبيرة من العملة الصعبة الأجنبية الحمد لله برضو يعني البرامج اللي عملناها كان فيها توقع يعني يا ربنا وفقنا وكان عندنا رؤية برد لان احنا مثلا رحنا سوق المال في سنة 2010 واصدرنا سندات دولية عشان نجيب دولارات برضو كان احتسابا ان مصر الشكلية كده دخلت كده على مشاكل فقولنا لا كأكبر منك في مصر لازم عندنا احتياطي من العملة الأجنبية كبيرة وحتى لو تكلفته عالي انا قلت مش مهم التكلفة المهم يبقى الفلوس موجودة عشان لما تيجي البلد محتاجها تلاقيها مش مهم ببكا بس تلاقي عايزة تعم محطة كهرباء تلاقي عايزة تجيب قمحة تلاقي عايزة تجيب أدوياتي لا يعني فكنا موفقين يعني يعني الحمد لله الاوضاع من ناحية البنوك يعني جيدة وبالنسبة للظروف اللي بتحصل ولكن طبعا تحديات كبيرة لا فيش شك يعني لازم الناس تعين التحديات كبيرة البلاد لازم تعمل يعني وتشتغل احنا بلادنا فيها فرصة للنمو البلاد هنا في الغرب ما عندهاش فرصة كبيرة لنمو ما عندهاش مشكلة هي دي مشكلتهم رأساني لكن احنا عندنا فرصة كبيرة لنمو لان احنا محتاجين كل شيء محتاجين نعمل طرق وكباري وأنفاء ومحتاجين نعمل محطات كهرباء ومحطات مية ومحطات صرف ومحتاجين نعمل مستشفيات ومحتاجين نبني ومحتاجين نبني وحدات سكنية يعني بلادنا ما زالت محتاجة وده شيء جيد لان معناه ان ده فرصة للتنمية الاقتصادية ففرصة للرؤوس الاموال تيجي وتستسمع التدفق الاستثماريجي بس طبعا تدفق الاستثماريجي الواحده مش كافي لازم مصرين نشتغل يعني مصرين يعني انا الاولين ياخدوا بقى الموضوع جدي يعني زي ما عملنا صورة وكده لكن برضو في الشغل لازم ناخد جد انا شايف الناس هنا تتشتغل من تقوم الساعة خمسة الصبح ومشتغل طول النهار ومفيش تضيع وقت الوقت ليه تمن كبير او مصر لازم تعي برضو ان الوقت ليه تمن كبير ولازم ان نلتفت للعمل اعتقد كل واحد مننا عارف هو مطلوب منه ايه يعني انا بقول لابروح شغلي الصبح مش مستني الحكومة تقول لي انا مفروض اعمل ايه انا عارف مفروض اعمل ايه الراجل اي واحد صانع اي واحد مهني معروف انه يعمل ايه يتقن عمله يعمله جيدا ويشتغل ويتعب لكن ما نقدرش ان احنا يعني نرتخي ونكسل وبعد انه نقول اصله البنوك مش قيمة والحكومة مش قيمة لأ ما ينفعش يعني دي رسالتي يعني للشعب المصري العمل يعني ومن عمل منكم عمل فليتقنوا احنا لو طبقنا دي بس مصر هتبقى احسن بلد في الدنيا استستر اعمل رئيس البنك الاهلي المصري شكرا لكم شكرا فورسا بهذا تنتهي هذه الحلقة من البرنامج قدمناها لحضراتكم من صندوق النقد الدولي من العاصمة الامريكية واشنطن شكرا لكم وإلى اللقاء لأسبوع القادم اشتركوا في القناة